اشتركوا في القناة ولو قلنا إنه محصور في الصدقة لضاع الفقراء ولو قلنا إنه محصور في الصيام لضاع المرضى لكن الله عز وجل جعله مفتحة قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار هذه أولى الخطوات والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وفي حديث تطفئ غضب الرب فكلنا ذو خطأ كلنا يقع منه من الخطأ ما يقع فعندما يكون الإنسان متصدقا على الأقل بهذه الصدقة يدفع غضب الله عنه أي يدفع غضب الله عنه في الدنيا حتى لا يبادر بالعذاب ولهذا جاء في الحديث إن الصدقة تقي مصارع السوء أي توطن تمأهد تهيئ لأن يختم للإنسان خاتمة حسنة هذا كله في مراحل الإنسان يبارك الله عز وجل في المال في الحديث ما نقص مال من صدقة إذن الإنسان يتقي الذنوب التي هي أعظم ما على كاهنه ما على ظهره والأمر الآخر يبارك الله عز وجل في ماله وقد دلت على ذلك آيات وحاديث كثر حتى تأتي ساعة الموت ساعة الموت ما الروح؟ الروح شيء لا نعلم كنها ويسألونك عن الروح قل الروح من أمن ربي أعطاه الله عز وجل ملك هذا الملك يأتي لبني آدم وهم أجنة في بطون أماتهم عندما يكون الإنسان جنينا تعلمون جميعا يمر بمراحل هذه المراحل متشابهة إن كان نطفة إن كان علقة إن كان مضغة مخلقة غير مخلقة حتى يأتي الملك ينفخ الروح يتغير الوضع قال الله عز وجل فكسونا العظام لحمة ثم قال ثم أنشأناه خلقا آخر خلق مختلف لماذا خلق مختلف؟ لأنه يدخل فيه الحركة يدخل فيه الاضطراب يصبح نفسا معصومة لها وعليها يصبح نفسا معصومة ربنا يقول ثم أنشأناه خلقا آخر هذا الملك عندما ينفخ الروح أين تذهب الروح؟ ليس للروح مستقر واحد في البدن الروح تأتي في الجسد كله في كل الجسد لا يبقى موطن في الجسد إلا والروح فيه مكان فيصبح هذه الروح مع طول الدهر أو قصيره يصبح هناك ألفة ما بين الروح والجسد يصبح كأنها شيء واحد قال ابن سينة هبطت إليك من المحل الأرفعي ورقاء ذات تعزز وتمنعي هبطت على كرهن إليك وربما كرهت فراقك وهي ذات توجعي عندما يأتي ملك الموت يسلب الروح قلنا إن الروح ليس لها موطن يحتاج إلى أن ينزعها من الجسد كله فلو جئنا بها بالطريق الآلي المحض لكان في نزعها مشقة لكن كلما كان للعبد عمل صالح أمر ذلك الملك الذي ينزع الروح أن ينزعها برفق ويعطيه الله قدرة على أن ينزعها برفق هنا تأتي الأعمال الصالحة الأعمال الصالحة هي التي تكون بين عيني الملك قبل أن يقبض الروح فعلى قدر العمل الصالح يكون نزع يكون نزع الروح فتأتي الصدقات من أعظم القربات عند الله عز وجل إن تبدو الصدقات فنعمه ولما قيل لأبي الدردا وهو أحد حكمائي وكبال الصحابة قيل له فضل الصوم قال إن الصوم ذو فضل لكن ليس بذات يعني لا يصل إلى المحل الأرقى فلما سئل تلقوا لله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون تأتي الصدقة تأتي الصلاة من قبل تأتي أمور الدين تجعل الملك يرفق بهذه الروح إن كانت روح جسد إن روح رجل أو روح امرأة وهو ينزعها ثم كل أحد أمد الله في أعمالكم على طاعته يخلى بينه وبين قبره تحل عنه أربطة الكفن تأتي الصدقة قال صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لتذهب عن أهلها حر القبور إن الصدقة لتذهب عن أهلها حر القبور كتب الله جل وعلا أن هذه القبور مملوء ظلمة هذا في الأصل على أهلها مملوء حر على أهلها تأتي الأعمال الصالحة والنبي عليه الصلاة والسلام لما صلى على قبر امرأة لم يدرك تشيع جنازتها قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها عليهم بصلاة عليهم صلوات الله وسلامه عليهم فدعاءه صلى الله عليه وسلم وصلاةه ليست كصلاة ودعاء غيره كذلك أعمال صالحة نصه عليها وهو الصادق المصدوق إن المؤمن يذهب عنه حر القبور صدقته وصدقته هنا بابها مفتوح سواء كانت في الماء أو في غير الماء لكن الآن نؤصل نحن لقضية الصدقة وأثرها على العبد